كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية النقاب عن بعض العمليات المشبوهة التي ينتهجها حزب الله اللبناني لتمويل عملياته ومخططاته في المنطقة والعالم جاء ذلك عقب اعتقال وكالة مكافحة المخدرات الدولية عددا من أعضاء الحزب في فبراير الماضي بتهمة نقل وتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا بهدف الحصول على الأموال لتمويل عملياته الإرهابية في المنطقة وشراء السلاح كما تبين أن للحزب نشاطات تتعلق بغسيل الأموال عن طريق لبنان ما أسفر عن إغلاق نحو 100 حساب مرتبط بالحزب تطبيقا للقانون الدولي وكان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من ازدهار أنشطة حزب الله في أمريكا الداتينية بعد تكرار زيارات المسؤولين الإيرانيين لأمريكا الجنوبية ورفع نسبة العاملين الإيرانيين هناك كما تشير التقارير إلى أن حزب الله اللبناني أنشأ شبكة علاقات واسعة داخل البرازيل مستغلا وجود قرابة 7 ملايين برازيلي من أصل لبناني لتجنيدهم لمصلحته ترجمة نانسي قنقر